اشتركوا في القناة 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 هو يقوم بحدف حماية FRP بوضع Download Mode أو وضع التحميل إذن سوف أستعينوا بهذا البرنامج حتى أدخل الهاتف إلى وضع Download Mode هذا البرنامج الجميل نعم يساعدنا في إدخال الهاتف إلى وضعية التحميل أو التفلش نعم نعم لا بأس بذلك إذن نقوم بتجربة لحدف حماية FRP وسوف نرى هل سوف تنجح العملية أم لا نعم إذن نعيد من جديد ببحث على سكال لكي نقوم بتوصيل الهاتف من جديد لأنه أصبح على وضعية أخرى وهي وضعية التفلش إذا لاحظوا معي البرنامج يتجاوب مع الهاتف بشكل جميل جدا جدا وسريع إذا لاحظوا معي هنا remove يعني حدف FRP أوكي يعني تمت العملية بنجاح حسب ما يقول البرنامج حسب ما يقول البرنامج أو حسب ما يخبرنا به البرنامج إذن بعد ذلك ننتظر حتى يشتغل الهاتف نعم ننتظر حتى يشتغل الهاتف ونرى هل البرنامج فعال أم لا إذن هذه تجربة تجربة كانت على هذا الهاتف وأنا نعم إذن سوف نستمر حتى نوضح بعض الأمور إذن ننتظر إذن نقوم بتجاوز هذه الخطوات هكذا كذا إلى آخره كذا كذا ومع الأسف مع الأسف يعني رغم أن البرنامج تجاوب مع الهاتف بشكل جيد وعطى رسائل بأنها تمت العملية بنجاح ولكن في أرض الواقع الهاتف لا زال عليه حساب أو حساب جوجل أكونت إذن البرنامج لم ينجح مع هذا الهاتف إذن ننتقل على سبيل المثال إلى برنامج آخر هذا البرنامج إذن نفس الخطوات فهو لا يدعم هذا الموضيل ولكن إذا كان البرنامج يشتغل بشكل جيد سيمكنه حذف حساب جوجل أكونت بهاتف جي خمسمائة آش فجي خمسمائة آش وجي مائتين اف لهما نفس القاعدة لحذف جوجل أكونت يعني سواء استخدمت هذا الموضيل أو هذا الموضيل أو عكاستهما سوف يتم حذف حساب جوجل أكونت إذن لاحظوا معه هو لا يدعم إذا ندخل الهاتف إلى وضع revenue أو وضع تحميل لابدأ بذلك وننتظر ماذا سوف يحدث معه ثم بعد ذلك نضغط على scan لكي نعيد التعرف على الهاتف نعم نضغط على scan حتى نتعرف على الهاتف لأن التعرف على الهاتف هو شغال ليس هو هو على وضع التحميل ثم بعد ذلك نختار الموضيل ثم نضغط على remove FRP ثم بعد ذلك نضغط على هذه الايقونة حتى نقوم بحذف حماية FRP إذن النفس يعني إذا لاحظتم معي فالبرنامج تقريبا يشتغل يشتغل بنفس الوظائف أو يعني هو متشابه يعني كأن البرنامج له نفس الأصل مما يشتغل أو نفس النواة نعم إذن البرنامج يقولون بأنه تم حذف حماية FRP OK يعني ويخبرون هنا بأنه بإعداد التشغيل رغم أن البرنامج لا يعيد تشغيل الهاتف إذا الحال علينا نزع البطارية وإعداد تشغيله بشكل يدود إذن ننظر ننظر ومع الأسف من جديد البرنامج لم يقوم بحذف حماية جوجل أكون إذن ننتقل إلى استخدام هاتف آخر هاتف آخر سامسونج جي تلاتمائة وعشرون اف اف نعم معلم هذا هو الهاتف الذي لا يدعم هذا البرنامج أنا لقد نسيت هذا هو الهاتف الذي لا يدعم هذا البرنامج ولكن يمكن كما قلت لكم استخدام جي خمسمائة أشفهية حتى هي يمكنها حذف حماية FRP نعم إذن نضخل الهاتف إلى وضع التحميل باستخدام نفس الآدات التي استخدمناها في الأول ثم لاحظوا معي هنا نعم نعم لاحظوا معي هنا بأن الهاتف أو البرنامج يخبرنا أيضا في جي تروا أو جي تري سيس بأنه تم حذف حماية FRP يعني العملية تمت بنجاح على حسب البرنامج ولكن عندما نقوم بتشغيل الهاتف نرى بأن العملية لم تنجح يعني هناك هاتفين هاتف جي تو وجي تري لم ينجح أو لم تنجح هذه البرامج في حذف حماية FRP نعم ومع الأسف يعني كما لاحظونا فالهاتف أيضا قمت بتجربة حتى البرنامج الآخر مع جي تري سيس ولم تنجح العملية إذن ننتقل إلى تجربة برنامج زت تري إكس يعني بوكس هذا البوكس وكما أخبرتكم سابقا يعني ندخل إلى تفيل وضع الدولة والموض نعم ووضع التحميل ولاحظوا معي فهذا جي تري ستة نعم يعني جي ثلاثمائة وعشرين FN سوف أقوم بحذف جوجل أكونت بموضي الآخر جي خمسمائة عاش نعم لأنه نفس نفس الطريقة التي يشتغل بها يشتغل بها الآتف الآخر إذن كما تلاحظون بكبسة زر واحد هذا البرنامج القوي والفعال يستطيع حدف حماية FRP وتمت التجربة بنجاح عكس البرامج المجانية التي يعني لم تقم بحذف حماية FRP يعني كلها أو كل التجارب التي قمت بها عليها كانت فاشلة وأنا أقول لك قمت بتجارب يعني قمت بتجربة نوعين أو جهازين من هواتف سامسونغ ولم تنجح معي العملية هناك من قد يستخدم بعض الهواتف الأخرى وبعض الإصدارات الأخرى قد تنجحوا معه العملية أنا لا أقول لك البرنامج ليس شغال أبدا ولكن عليك أن تعلم بأنه لا يشتغل بشكل أو بكفاءة عالية حتى تعتمد عليه في كل الشغلات التي تشتغل وأضيف مسألة أخرى بأن تلك البرامج أيضا قمت بتجربة هاتف آخر G2 وتسببت لي في تلف الصوفتوير أو تلف النظام له واضطررت إلى إعادة تفليش الهاتف من جديد نعم لأنه كما نلاحظ برنامج Z3X هو برنامج قوي يشتغل بكفاءة عالية وهذا البرنامج تسبب لي لتلف نظام الصوفتوير لهاتف G2 G200F يعني تسبب لي في وجود خطأ في الصوفتوير بعد محاولة حتف حماية FRP فطررت إلى إعادة تفليش الهاتف من جديد بأربع ملفات إذن أحبابي كانت هذه مجرد معلومات ومجرد تجارب بسيطة على بعض الهواتف باستخدام هذه البرامج المجانية التي أصبحت موجودة بشكل كبير روابط تحميل هذه البرامج يمكنكم أيضا أن تقوموا بتجربتها أو للطلاع عليها سوف تجدون الروابط أسفل الفيديو نعم وكانت هذه المعلومات فقط حول هذه البرامج ومدى كفاءتها وعملها على الهواتف لحثف حماية FRP وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة